يا سيد لوالي احنا شفنا جميع الأضواء شفنا الأسود شفنا الأحمر شفنا الأصفر شفنا يعني كل ألوان إلا اللون الأخضر تالي الولاي هذا ماذا ما شفنا حيبو معزا إثنان ببلدية المقارية بالعاصمة من الأحياء القديمة يعتبر مركزا للعبور منذ زمن يعاني من ويلات الهشاشة ويشكل خطرا على أمن وسحة الساكنة بسبب انجراف الطربة وتسر بمياه الصرف السحي هذا الزيق وهذا كان بزاف ناس تعرضت الأمراض كثيرة كان ناس اللي عندها اللازم كان لديهم ديقة احنا مؤخرا كان واحد جرنا راه يم المراض تأخرج لها الحب في الجاسد وكيراحت للطبيب قالوا طبيب هذا قالوا لازم تخرج من الملاقاف هذا اللي راك عايش فيه او مسكين طرر احتى باش خرج راح رحل احنا هذي قريب بلك واحد شهر ونص شهرين هكذا كون طرتق في هاد الحالة في هاد البلاصة وخلي المناطق الأخرى صور ومشاهد تعكس الإهمال الذي طال هذا الحي رئيس بلدية المقارية لم ينفي الواقع السيء لساكنة هذا الحي هم مارا في خير ونحن نسوفر معهم نسوفر ونصوفر الفات اللي نشوف هنا اللي سيطوين تاي عايشين في هادك الوضعية لم حيش في هادك الوضعية كتصبش تامع نرقوش البلدية تنشارج مامل تنشيتي المواطنين كيف بدأنا نخطبوهم في ليطان شيتي لك هادو سير ما حينش يرحلونا وإحنا ما عندناش مشكلة أنا لو كان نلقى نهار برك ما يباتوش في شتاوك كده نخدمها وخليهم غدوة يرحلوهم ما يهمني شانا معاناة سكان حي بو مهزة إثنان قد تعكس حال العشرات من الأحيا التي تنتظر التفاتة من السلطات الوصية بالعاصمة اشتركوا في القناة